بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وفلامة تسليم إن شاء الله تعالى اليوم نكون في القواعد ونقصد القواعد أنه هو وصرف إذا قلنا القواعد هنا نقصد بها أنه هو صرف وتعرفون جيدا الفرق بين النحي وصرف فالنحو يهتم بضبط أواخر الكلمات العربية أما الصرف فيهتم ببنية الكلمة أنه علم يهتم بضبط أواخر الكلمات العربية وما عرفتي أحوالها من حيث البناء والإعرب هذا هو علمناه يهتم بضبط أواخر الكلمات العربية إذا قلنا محمد جاء محمد رأيت محمد مرات بمحمد إذا أنه هو يهتم ب هذا فقط بضبط أواخر الكلمات العربية أما الصرف فيهتم ببنية الكلمة أما علم صرف فيهتم ببنية الكلمة قبل إدخال أو استعمال الكلمة في الجملة كيف تصاق هذه الكلمة مثلا اسم الفاعل كيف تصاق اسم الفاعل تقول من الثلاثي على وصن فاعل كتب تقول كاتب ومن غير الثلاثي على صغة المدارع مع إبدال حرف المدارع ممن مدموم وكاسم أخبر آخر أكرم مكرم إذا أن هذا مهمة عن الصرف إذا قلت أكرم مكرم فنحو هو الذي يهتم بضبط آخر الكلمة هل تقول مكرم أو مكرم أو مكرم هذا مهمة علم النهر لابد من إدخاله في التركيب أولا لمعرفة أحوال آخر أو آخر هذه الكلمات وإن شاء الله تعالى سنقص هذا الموضوع اليوم التوابع التوابع وهي تلك الأشياء التي تتبع ما قبلها في النهر ليس لها حكم سابت وإنما يتعلق حكمها بما سبقها يسمى التوابع لأنها تتبع ما قبلها كأن هذه الأشياء تقول نحن نتبع نتبع فالتوابع فالتوابع ملخص في كلمة النتب باع النون النعت والتا التوكيد والبا البدن والعين والعين العطف يمين هذه نسميها التوابع في لغة العربية كأنها في أشياء قالت نحن نتبع ما قبلنا نحن نتبع ما قبلنا النعت التوكيد البدن العطف ونعت يقسم إلى قسميني نعت حقيقي ونعت سببي نعت حقيقي ونعت سببي أما التوكيد فقسماني ايدا إما أن يكون لفي أو معنوي التوكيد والله والبادل أنواع أيدا هناك بدل ما يسمى بدل المطارق أو كل من الكل وبدل بعض من الكل وبدل استمال وبدل الإسمال هناك نوع رابع لكن أكثر نحط لا يعتبرون هذا من أنواع البدل هو بلد الغلط والعطف أيضا قسماني عطف نساق وعطف وعطف بيان عطف نساق وعطف بيان جميل إذن باختصار سليد هذه هي التوابع التي سوف نتماولها النعت بقسميه والتوكيد بقسميه والبدل بأنواعه والعطف أيضا بنوعه وسنبدأ إن شاء الله في النعت وهو كما قلنا قسماني نعت حقيقي ونعت سببي ونعت الحقيقي هو ما يصف الإسم الذي قبله حقيقة يسمى نعت الحقيقي إسم يدل على صفتي ما قبله يسمى أناه الحقيقي يدل على صفتي ما قبله أو مدبوعه أناه الحقيقي يدل على صفتي مدبوعه مثل قولك جاء التلميس المجتهد جاء التلميس المجتهد فالمجتهد نعت حقيقي لمدبوعه التلميس مثل جاء التلميس المجتهد فهذا هو النعت الحقيقي لأنه صفة تصف لنا الإسم الذي قبله وهناك النعو آخر يسمى نعت سببه وهو يدل على يدل على صفتي ما بعده والسي له ارتباط بما قبله قبله لكنه ليس صفة للإسم الذي قبله من هو المجتهد هنا الزمين وهذا زمين له علاقة بما قبله ولهذا لابد في النعت الحقيقي المدبوع أو الموصوف لابد أن يكون هناك رابط يربط بينه وبينه ما قبله لابد أن يكون هناك دمير دائما يرجع إلى الإسم الذي قبله إذن هذا هو النعت بقسمه النعت الحقيقي ونعت السببي وسندخل في تفاصيل النعت الحقيقي الحقيقي السببي نعت الحقيقي قلنا يصف الإسم الذي قبله كما مسلنا بجاء التلميس المتهد بسم الله الرحمن الرحيم ونعت قلنا من التوابع فلا شك أن نعت يدبع ما قبله إذن في أشياء فما فما الأسياء التي يدبع فيها النعت من منعته أنات الحقيقي يدبع يدبع النعت الحقيقي ما قبله في أولا الإعراب جميل جدا الإعراب إذا كان ما قبله مرفوعا يكون مرفوع مثله جاء التلميس المتهد رأيت التلميس المتهد مررت بالتلميس المتهد إذن في الإعراب رفعا ونصبا وجر مفرد والتصمية جميل ويتبع أيضا في الإفراد والتصمية والجمع في الإعراب أولا الإفراد والتصمية والجمع إذا كان هذا مفرد يكون مفرد جاء التلميس المتهد وإذا كان مثلا يكون مثلا جاء التلميس المتهد وإذا كان جمعا كذلك يكون جمع نسل جاء التلاميس المتهد إذن يدبع أيضا في الإفراد والتصمية وفي الجمع أيضا إذا كان المنع مفردا يكون النعت مفردا وإذا كان مصنى يكون مصنى وإذا كان جمعا يكون جمعا مثله وفي أيضا الجنس الجنس التذكير وتأثير وتأثير يمين إذا كان هذا مذكرا يكون مذكر جاء التلميس المتهد وإذا كان معنف يكون معنف جاء التلميس المتهد إذن يدبعه في الجنس في العدد إن سيت تقول في العدد الإفراد الإفراد وتسمية والجمع الجنس التذكير وتأنيس النوع التعريف والتنكير والتنكير خلاص هذا هو حكم النحط الحقيقي النحط الحقيقي يصف الإسم الذي قبله حقيقة ويدبع منعوته في هذه الأسياة كما قلنا في الإعراب والمراد بالإعراب الرفع والنصف والجر العدد الإفراد والتسمية والجمع جاء محمد الكريم تقول الكريم لأن محمد معرفة لأنه معرفة ما دام معرفة فهذا يكون معرفة لو قلت جاء والد تقول كريم هذا هو باختصار سديد النحط الحقيقي وهو يتبع منعوته فيها في الأسياة كلها ونحط الحقي قد يكون مفردا وقد يكون جملة أو شبه جملة جميلا مفرده 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 لو قلت جاء التلاميس المجتهدون المجتهد مفرده لأنه ليس بجملة ولا بشف جملة إذن جاء الأولاد المهزبون مثلا فالمهزبون هنا هو النعط ونعه مفرده لأنه ليس بجملة ولا بشف جملة وقد يكون أنعه جملة والمرأة إما جملة إسمية أو فعالية جملة إسمية أو فعالية والنعط إذا كان جملة يسترط في المنعود أن يكون ماذا ماذا يسترط في المنعود أن يكون هل يكون معرفة لا وإنما يكون نكرة الجملة بعد النكرة صفة إذا كان النعط جملة لا بد أن يكون المنعود نكرة إذا قلت جاء ولد يضحك فجملة يضحك في معنى رفع صفة لولد أما لو قلت جاء الولد لا يمكن أن يكون نعط لأن الولد لا معرفة لذا يسترط في نعط الحقي لكي يكون جملة لا بد أن يكون منعود نكرة 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 جارو المجروف مثل ما هذا جارو المجروف مثل جلستو على الكرسي جلستو على الكرسي جلستو اتا هنا معرفة ليس بمعرفة ليس بمعرفة سقطت طائرة على الارض على الارض سف جملة هنا جارو المجروف في مهل رفع صفة لطائرة اذا نعطو إما ليكون مفردن كما قلنا أو جملة إما إسمية أو فعليية أو سف جملة ظرف أو جارو المجروف ها اذا كان معرفة رأيت الطائرة فوق السجرة حال وخارج على خومه بزينته حال هو هو بيتا الضمائل من أنواع المعارف كيف كيف خرج على قومه بالزينته جميل ونحاول أن نلخص ما تبقى من وقت فيه النعت السببي أما نعت السببي قلنا يصف الإسم الذي بعده والذي له علاقة بما أو ارتباط بما قبله جاء والد محترم لو قلنا محترم فقط يكون نعت حقيقي لكن أبوه محترم أبوه هذا النوع سماء النعت السببي فالصفة لمن لهذا الاسم وليس لل اسم الذي قبله وهذا الاسم دائما لا بد أن يكون له علاقة بما قبله لا بد أن يكون رابط يربط بين الاسمين وهذا النعت يتبع ما قبله ويدبع ما بعده ويكون محائدا أيلا يتبع ما قبله في ماذا في 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 العدد لا 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 في العدد لكن في التعريف والتنكير تعريف والتنكير فقط يتبع يتبع ما قبله ما بعده ما بعده ما بعده في في التسكير وتأنيس لأنه بمثابة فعل لأن ما بعده دائما يكون فاعل أو نائب فاعل وإذا كان اسم فاعل يكون فاعل وإذا كان اسم فاعل يكون نائب الفاعل لذا يتبع ما بعده في التعريف في تسكير وتأنيس لأنه بمثابة فعل والفعل يكون موافعا لفاعل أو نائب فاعل في تسكير وتأنيس أما من هيس الإفراد والجمع والتسلح يتبع جاء الأولاد المحترم آباؤهم يبقى مفردا ويبقى مفردا دائما ويبقى مفردا دائما النعط السبب دائما يكون مفرد مهما كان ما خبله ما بعده جاء الولدان المحترم أبوهما ولا أبوهما جاء الأولاد المحترم آباؤهم هكذا يبقى مفردا لأنه بمثابة فعل لأن الفعل في اللغة العربية يبقى مفردا دائما مهما كان فعل جاء أولد رأيت ولدان ولا ولدين رأيت أولاد أولاد يبقى مفردا وهو بمثابة فعل النعط السبب بمثابة فعل يبقى دائما وأبدا مفردا يدبع ما قبله في الإعراب والتعرف والتنجير ويدبع ما بعده في التذكير والتأنيس ويبقى مفردا دائما إذن هذا هو خلاصة النعط بقسمه الحقه والسبب التوكيد التوكيد قلنا قسماني إما أن يكون لصي أو معنوي وَتَوْكِدُ لَفْسِي يَكُنُ بِإِعَادَتِ أَلَفْسِي أَلْمُؤَكَدْ إِمَّا أَنْ يَكُنَا فِعْلًا حرفا أو فعلا أو إثما أو جملة لا لا تقدم إلا بالعلم لا الأولى هي نافية أما الثانية فتوكيد للأولى لا لا تقدم إلا بالعلم وصل وصل المراقب وصل وصل المراقب هذا هو الفعل أما الثانية فتوكيد اللقصي لا تقدم إلا بالعلم لا تقدم إلا بالعلم فالجملة ثانية توقيد للجملة الأولى لتقدم من المراقب هو هو أما يفعله يتعلق بالطبع يتعلق أنه يكون مراجبا دائما يكون هذا المسؤول وهكذا المسؤولة يكون يكون هكذا اللذي Holy ماذا؟ نعم فهيه اللذي الشخص الشخص كل السياق يحدد المعنى أما التوكيد المعنى فيكون بألفاظ النص العين وماذا كل وكل كلتا إلى آخره تقول قابلت الرئيس تقول قابلت يقولffff ريس خاصتا نفسه عنه نفسه وانته يقول يأتون أيها المعارضة فى الوحيد التعلي فقال لل تطبيقنا فقال مع الجميع والتفاق تتعلي فقط يجب أن تتعلي تقلق ان ترتك تفسير فكما ترغبون فلسر كلها بحثة و يجب أن تشعر تسوير نجاح التلاميس قد يسن البعض بأن هناك من رسب واحد عثنين فتقل كلهم للإحاتة والشمود وكلا وكلتا أيضا للإحاتة والشمود جاء الولدان كلهما أو البنتان كلتهما جميل ويشترت في كلا وكلا لكي تعربان توكيدا أن تضاف إلى دمير أما إساء أضيفتها إلى اسم ظاهر فيعربان حسب موقعهما في الإعراب جاء كلا الولدين هنا فاعل ليس بتوقيت تقول جاء الولدان كلهما هنا كلا يكون توكيدا لألولدان أما إساء أقول جاء كلا الولدين فهذا يعرب حسب موقعه في الإعراب فيكون فاعلا بهذا الفعل ويعرب هنا يعرب اسم المقصور يعرب اسم المقصور أما هنا ي caveat iboul يتحدثون أما هنا تقول جاء كان جاء الولدان كلهما رأيتو الولدين كلهما مرتو بالولدين كلهما أما هنا تقول جاء كلا الولدين رأيتو كل الولدين مرتو بكل الولدين فيكون معربا إعراب اسم المقصور أي بالعلامات المقدرة على الأليف في الحالات الثلاثة في الحالات الثلاثة إذن هذا باقتصار هو التوكيد بقسمه اللفصي والمعنوي كل جميع عام أيوة عام كل جميع أيوة وأجمع هذا لتقوية التوكيد كلهم أجمعون هذه الألفاظ لتقوية التوكيد كلهم أجمعون تأتي لتقوية التوكيد فقط جميل